اهلا بكم جديد اعلنت منظمات اقتصادية ايرانيا خفاض صادرات طهران الى دمشق بنسبة 50% وذلك رغم تصريحة المسؤولين الايرانيين بشأن عودة الاموال التي انفقتها ايران في سوريا خلال السنوات الماضية وقالت المنظمات ان صادرات ايران الى سوريا عام 2022 كانت 244 مليون دولار لكن هذا الرقم وصل الى 120 مليون دولار عام 2023 تسعى ايران جاهدة بكل ما امكنها للسيطرة على سوريا وبسط نفوذها ضمن كل دوائر النظام لأسباب عديدة عايش السوريون كثيرا من تفاصيلها خلال الاعوام الماضية وهذا ما دفعت ثمنه طهران كثيرا من الكوادر البشرية ومليارات الدولارات محاولة خلال السنوات الماضية حصد ما دفعت عن طريق مشاريع اقتصادية وعقود مع ما تطوله ايديها خصوصا في القطاعات الحيوية والضخمة لكن الامور لم تجري كما خطط لها الايرانيون معلنين انخفاض صادرات طهران الى سوريا بنسبة 50% اي تراجعت من 244 مليون دولار عام 2022 الى 120 مليون دولار عام 2023 رغم كل التصريحات السابقة من المسؤولين الايرانيين عن استعادة كل ما دفع وبالتالي ستكون هذه القضية محور تفكير كل المسؤولين هناك عن كيفية استغلال الوجود الايراني الكبير بالحديث عن عدم قدرة ايران الاستفادة من الاقتصاد السوري رغم تغولها فيه يعود لعدة اسباب حيث لا تتوقف العقوبات الامريكية والغربية عن طهران والنظام منذ سنوات ما يجعل من التعاملات المالية على مدى واسع شبه مستحيلة ايضا يبدو الوجود الروسي حول مناطق الموارد الطبيعية كالغاز والفوسفات وحتى قرب الشواطئ السورية يزاحم ايران بكثير من المكاسب الاقتصادية خصوصا على المدى القصير اخيرا ان الاقتصاد السوري اساسا منهك وغير قابل للاصلاح بالوقت الحالي واغلب البنية التحتية دمرها النظام خلال حربه على المدن والبلدات لتكون هذه الاسباب عوائق تصد استفادة طهران على الاقل حاليا اقتصاديا من سوريا وسط هذه الاخبار الاقتصادية السيئة بالنسبة للايرانيين تعلن منظمة الطيران هناك تعليق رحلات الحجاج الى دمشق حتى اشعار اخر بسبب الظروف الامنية على حد وصفهم والمتعلقة بحرب غزة ولسان حال المسؤولين في طهران يقول انه رغم كل هذه التطحيات والاموال التي صرفت في سوريا ثم لا اقتصاد ولا حج وقصف يستهدفنا ليل نهار فماذا نحن صانعون هذا وابرمت ايران مع نظام الاسد عدة اتفاقيات اقتصادية منذ عام 2011 نتابع في هذه المادة التعاون الاقتصادي بين نظام الاسد وايران اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة حول هذا الموضوع رحب بضيفي من المانيا الاكاديمي والباحث الاقتصادي الدكتور عبد الناصر جاسم وايضا رحب بضيفي من بيروت الصحفي والكاتب السياسي اسعد بشارة مرحبا بكم سأبدأ بداية مع ضيفي سيد اسعد رئيس منظمة الطيران المدني الايراني محمد محمدي تحدث عن ان توقف الرحلات سببه ظروف خاصة ما هي الظروف هذه الظروف الخاصة برأيك؟ اعود بالذكرة الى رحلة كانت قد حصلت ايابان الثورة السورية كان هناك خلط بالنسبة لايران دائما ما بين مفهوم زيارات الحجيج ومفهوم ارسال المقاتلين والحرس السوري وبالتالي الضربات الاسرائيلية المتتالية من دون تسجيل ايرد لا من النظام ولا من طهران على مواقع ايرانية والخسائر التي طالت القيادات الايرانية على اعلى مستوى هناك بعض الجنرالات الذين سقطوا والذين هم باهمية قاني ليس اقل بالتالي لم يعد هناك من بيئة محمية وردت معلومات منذ فترة ايضا ان حزب الله اعاد انتشاره في منطقة السيدة زينب الى منطقة القصير المحاذية للحدود اللبنانية السورية وهذا طبعا كله على خلفية ان سوريا لم تعد بيئة امنة بفعل الضربات الجوية هنا تطرح الكثير من علامات الاستفهام هل ان هذه البنية العسكرية التي تبنيها ايران تحاول بنائها لحزب الله وللفصائل الاخرى التي ساعدت النظام على البقاء وساعدته على قمع الثورة السورية هل ان هذه البنية باتت بنية مهتزة الى هذا الحجم الجواب نعم لان بمجرد ان تستمر الغراط الجوية لسنوات من دون تسجيل اي رد هذا يعني ان هذه البيئة لم تعد امنة بمجرد ان تطال الضربات الاسرائيلية استخباراتيا رموز وقادة الحرس السوري ومن يقاتلون هناك في سوريا لصالح ايران ومن يقومون ببناء هذه الهرمية العسكرية هذا يعني لم تعد سوريا مكانا امنة هذا امر مرتبط بالغراطة الاسرائيلية على مواقع ايرانية في سوريا بالطبع هو السبب الرئيسي طبعا الأسباب الاقتصادية موجودة ولكن السبب الرئيسي هو ان هذه الزيارات نحن نعرف ان رحلات الطيران الايراني المدني تستعمل لاغراض عسكرية وهذا ايضا بالتالي يسبب يعني يدعو ايران الى اعادة برمجة طريقة وصولها الى سوريا سواء بالبر او بالجو طيب دكتور عبد الناصر اقاف هذه الرحلات هل له اي اثر اقتصادي على العلاقات بين الطرفين طهران ونظام الاسد نعم مساء الخير لك والاستاذ المشاهدين والضيفك الكريم بالتأكيد بداية دعيني اؤكد لك ان المشروع الايراني في سوريا هو ليس مشروع اقتصادي انما العامل الاقتصادي هو احد حوامل هذا المشروع كما هو العامل العسكري كما هو العامل الثقافي هذه التصريحات او هذه الاشارات الحقيقة لها مدلولات لعوامل اخرى ليس فقط كما اشار ضيفك الكريم الاسباب الامنية تل عبدون ولكن الوافدون هم ليسوا حجيج بمعنى حجيج وليسوا زائرين او زوار دينيين كما يعرف بهم بالاعلام نحن نعلم ان المشروع الايراني طوع العوامل المختلفة للمشاريع الاقتصادية والاتفاقيات التي وقعها مع النظام وفتح الخط النقل البري عبر لبنان من العراق وإلى سوريا لنقل جنود وعتاد والمشاركة واستمراره في المشاركة في المعركة إلى جانب نظام الأسد في مواجهة شعبه الطامح إلى التحرر والحرية الوجود الايراني إذا نظرنا إلى الوجود الايراني في سوريا جغرافيا أين يتمركز يختار مناطق استراتيجية مناطق مرور مناطق حيوية كمحيط خاصر الدمشق الجنوبية مثلا دير الزور البوكمال المداخل البرية حلب ريف حمص قريب من المطار قريب من المراكز البحوث وتصنيع الأسلحة وتصنيع الطيران المسير وإلى ما هناك إذن التحليل أعتقد يجب أن يكون على أرضية فهم الدور الايراني والمشروع الايراني في سوريا الأدوات الاقتصاد والاتفاقيات الاقتصادية هي جزء من الأدوات المشروع الثقافي التعليم والنشر الثقافة معينة ومذهب معين وتغلغل في المجتمع وتنشيط مدارس وإعطاء بعثات ومنح لطلبة وفتح جامعات خاصة هذه أدوات في المشروع الإيراني وليست هي المشروع الإيراني بحزاته طيب الإيرانيون يعني يقال غاضبون الإيرانيون غاضبون من أنه قيل بأنه هناك تهرب من قبل نظام الأسد من تطبيق الاتفاقيات الاقتصادية مع إيران هل فعلا بتقديرك النظام يتهرى؟ نعم النظام أولا عاجز يعني عن الإفاء بالتزاماته بغض النظر عن إن كان يتهرب أو لا النظام الأسد وحكومته يعني غير قادرين على إنعاش أو إصلاح اقتصادي حقيقي على مستوى الاقتصاد المحلي على مستوى الاقتصاد في سوريا ولا يستطيعون تحمل عبء وكاهل هذه الدين الكبيرة التي بلغت كما وردت في أرقام كثيرة ومصادر كثيرة حوالي 50 مليار دولار كديون الاتفاقيات التي وقعت حتى الآن مع إيران تغطي حوالي 18 مليار دولار وهناك فجوة كبيرة كما يسوق النظام للسوريين في الداخل بأن هذه الاتفاقيات والعلاقات مع إيران ستكون جزء من الإنقاذ وجزء من تحسين الوضع الاقتصادي كذلك النظام بالمقابل النظام الإيراني يسوق لشعبه الذي يعيش أيضا ضائق اقتصادية ويعيش عقوبات يسوق لهم بأن العلاقات والاتفاقيات مع سوريا هذه أيضا سيكون لها مردود اقتصادي ولكن الحقيقة أن الاقتصاد السوري بواقعه الحالي عاجز عن أن يوفي بالتزامات قطاعها النظام لما قطع بالشعب الأسد وحكومته الفاشلة على نفسهم عهدا بإعطاء إيران تمليك إيران أراضي في سوريا مقابل جزء من ديونها وهذا أمر خطير جدا طبعا يجب الانتباه له والانتفاة له سيد أسعد يقال أن هناك اتفاق بين إسرائيل والأسد وإيران يقضي بأن تتوقف إسرائيل عن ضرب مطاري دمشق وحلب إذا توقفت إيران عن تهريب الأسلحة عبر طائراتها المدنية أيضا إلى مطاري دمشق وحلب هل فعلا برأيك كان هناك مثل بين إيران وإسرائيل ونظام الأسد هكذا اتفاقيات حاول النظام أن يطلب من إيران أن لا تستعمل المطاري حلب ودمشق لأن لهذه الأغراض عبر شركة مهان وغيره من الطيران المدني الذي يستعمل في مخالفة صارخة للأبسط يعني معيير القانون الطيران المدني أن لا تستعملها لأن إسرائيل تقصف المطارات كل مرة تخرج المدارج والمطار عن الخدمة سواء في حلب أو في دمشق ولكن الواضح أن الإيرانيين لا يكتفون بالعبور البري من طهران إلى بغداد عبر البكمال إلى سوريا يريدون لأسباب لوجستية أن يستمروا باستعمال المطار ولكن بالتأكيد عندما تقصف إسرائيل وتخرج المطارات من الخدمة ينتهي هذا الخط الجوي أنا لا أستبعد ذلك ولكن الإيرانيين مصرون على استعمال هذا الموضوع والآن نرى أن فترات خروج المطارات عن الخدمة بعد كل عملية قصف أصبحت تطول بما يعني أن هناك تعطيل للخط الجوي المدني لسوريا سواء في حلب أو في دمشق مطار دمشق أعتقد أن يعني الإيرانيين هم في مأزق مأزق كبير نتيجة عدم وجود دينامية وقدرة لديهم على الرد يعني هم يصرون على استكمال القيام ببنية عسكرية في سوريا بما يعني يخرج خطوط الحمر مع إسرائيل ولكن عندما يتم قصفهم بالغارات المستمرة يعني أصبح هناك مئات وربما ألاف الغارات الإسرائيلية منذ العام 2011 تقريبا بدأت هذه الغارات ولا يوجد أي رد هذا بحد ذاته يعني أن إيران تريد أن تحقق أهدافها ليس لها أهداف في أن تكون تخطط لمعركة أو مواجهة مع إسرائيل وقد بدأ ذلك بعد غزة لديها أهداف في التمكن من السيطرة على سوريا سواء عبر السيطرة على المرافق الحيوية والاقتصادية والمدنية والعسكرية ومفاصل النظام أو عبر الاقتصاد وهذا أيضا نقاش يمكن أن يفتح فيه الكثير من الأبواب لا سيما وأن متابعة ما تريده إيران عبر ابتزاز النظام بأن عليه ديون تفوق ما تفضل الضيف 50 مليار دولار ربما أقل من يدري كيف إيران تحتسب هذه 50 مليار دولار تريد أن تسيطر على الاتصالات على المطارات على الجوانب الأساسية في الاقتصاد موانئ كل ما يمكن أن تسيطر عليه من قدرة على الاستثمار والقول بأنها بدأت تستعيد ما صرفته أو ما يعني دفعته في سوريا لإبقاء النظام على قيد الحياة طيب دكتور عبد الناصر قبل قليل تطرقنا لغضب الإيرانيين من تهرب نظام الأسد من تطبيق أي اتفاقيات اقتصادية بتقديرك أصلا هل إيران بحاجة نظام في تنفيذ أي اتفاقية وأصلا هل هناك من وراء ذلك هل الروس يدفعون النظام ربما للمماطن في تطبيق أي اتفاقية نعم ديمة أولا المصالح الروسية والإيرانية لا شك أن هناك تضارب وتعارض على الساحة السورية في مجال النفوذ وفي المجال الاقتصادي تحديدا لكن النظام يجيد يعني اللعب والتلاعب في هذه المواقف ويحاول أن يخلق توازن بين هذه المصالح ليطيل أمد الاعتماد على الطرفين من أجل تأمين الدعم النظام لا يستطيع أن يعقل تطبيق أي اتفاق لأنه حقيقة هو مخترق من قبل الإيرانيين بشكل كبير جدا يعني أن يعين سفير فوق العادة في سوريا لإيران وينوب عن الرئيس الإيراني هو يقوم بمثابة المندوب السامي لإيران يملي ويصدر أوامر وليس يعني لا ينتظر موافقات من النظام السوري بالإضافة لأن هناك أكثر من 131 موقع عسكري إيراني في سوريا بالإضافة 113 أو 114 نقطة تمركز لحزب الله وهذا الحزب الذي أيضا هو أداة من أدوات إيران في سوريا المسألة ليست مسألة أن النظام يستطيع أن يقول لا أو لا ينفذ هناك قد تكون هناك موانع فعلية حقيقية موانع قانونية موانع لوجستية أحيانا والمانع الأهم هو العجز الحقيقي يعني سوريا واقع الاقتصاد السوري لا يسمح أن تبدأ لأن المعركة والصراع لم ينتهي في سوريا بعد ولا توجد بيئة حقيقية بيئة استثمار أو بيئة بناء ولم تبدأ عملية إعادة إعمار ولم أبدا يعني هناك عجز يعني العجز هو أكثر من عدم وجود رغبة للنظام في التعاون أو في تنفيذ الاتفاقية نعم دكتور عبد الناصر الجاسم الأكاديمي والباحث الاقتصادي كنت معنا من هولندا شكرا جزيلا لك وأيضا أشكر لضيف أسعد بشارة وسيبقى معنا في محورنا الأخير شكرا جزيلا لكم مشاهدين إلى محورنا الأخير ابقوا معنا